عربياً تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية اليوم إلى أستاذ الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض حيث واجه الأهلي نظيره الهلال في نهاي كأس ولي العهد أقدم مسابقات كرة القدم السعودية ويسعى الأهلي لحفاظه على اللقب البطولة وتكرار سيناريو نهائي الموسم الماضي عندما تغلب على الزعيم الهلالي بهدفين لهدف بينما يسعى الهلال للثأر من غريمه حيث فشل الزعيم في تحقيق الانتصار على الأهلي في آخر أربع مواجهات بين الفريقين هذا ويعد نهاء اليوم السادس بين الفريقين على اللقب بعد انتقابلا من قبل في نهايات خمس نسخ فاز الهلال بثلاث منها بينما توج الأهلي باثنتين